وأول مقاصم وصل القصة كان أبوه وقرس في انتظاره وهو وقف قدامهم بكل غضب وقال أنا عايزة فه مين اديكم الحق أن انتو تجوزوني الجهلة دي مين اديكم الحق أن انتو تعملوا كده لازم تفاهموني ملقاه مش بسطول علشان تعملوا معايا كده بقى أنا قاسم أكبر رجل أعمال في القاهرة بسبب حتة حدثة غبية تحصل لي أفوق منها ألاقيكم ميجوزوني حتة بيتي جاية من أرياف جهلة وبنتي خدامة لأ فوق ده أنا قاسم قامل حسابك أنا هتلقها وانت بقى حر معاها زي ما جوزتها لي اتصرف معاها بعد ما تلقها انت قليل الأدب ومش محترم انت اللي مش تستهل ضفرها ولا قلمك بقى الطلاق حيكون مكسب ليها مش ليك لأنها أكيد لو فضل تعيشها معاك أكيد هتتدمر بنتي رائعة زيها مش لايك زي تعيش مع شخص همجي وقالي للزوء زيك والله طيب إن كان كده خلاص يبقى شلدة ملدة يرتاح ده عنه أنا طلقها وهي ترتاح وأنا كمان أدور على اللي تناسبني عن إذنكم آه وقابلي مامشي أنا هرجع شركتي من بكرة وحادرها وعلى الله لأي خطأ اللي أخطأ هحسبه مين ما يفوق ومشي قص قاضي وبعد بمشي أنا سبص العم وقال له أنا حاسس بحاجة متغيرة في قاضي بس إيه هي مش عارف بس ربنا يسطر لأن أنا حاسس كده إنه مش نوع على خير وخصوصا لفيروس ربنا يسطرها لبنتي خلبانه ما تخافش على فيروس أنا ضمنت مستقبلها لما كتبت لها جزء من أملكي ومستحيل حد يقزيها طولت من الأملكي دي معاها تمام ماشي عن إذنك أما عندي ما بعد ما المقالمة إيجات لها اتعصبت وراحت عند إخوتها جاري وقالت لهم إحنا لازم ننزل للقاهرة حالي إحنا خلاص خلصنا في شغل مش لازم نقعد هنا للشبن وقمال للفصح لأن في حاجة ضرورية حصلت في القاهرة في إيه إيه اللي حصل الرجالة بتعطي لمحوطين القصر كلمته وقاله إن القاسم رجع من الرحلة اللي كان طالحها هو والزفتة مراته وكمان قربيتها دي وبودي ابني ورجع هو وابني بس ما رجعش إلى بمراته وأنا بالزفتة صاحبتها اللي اسمها رباب وبقولولي كمان أنا رجع شخصيا ولابس هدومه وكمان اتكلم معهم بعصبية زي زمان يعني رجع لوعيه يعني خلاص كل حلمنا تضم رجع وهيمسك كل حاجة لازم أنزل وأشوفي إيه طبعا ماهم يكنيش يفهم أخواتها إن هي وراء الحط وانفهم ماهم إن ده قضاء وقدر والحصن حظه علشان يستغلوا الفرصة أو طبعا هي كانت خايفة ومرعوبة كانت عاوزة ترجع علشان لو قازم فكر كل حاجة وإن هي كانت موجودة تقدر تدارع الموضوع وتحاول تحل الموضوع بس إخواتها ما كانوش يعرفوا كل ده وبعد كام ساعة رجعوا التلت بنات رجعت معي وإخوتهم وهم داخلين الأسر اتفاجوا بقازم اللي كان لابس بدرة برسمية وملامحو عليها الجدية قازم أخوهم بتاع الزمان البشمهندس وصاحب شركة الهندسة وراجل الأعمال كانت مها بترسب ابتسامة وهي خايفة ومرعوبة وهنا قازم بص لهم وقال وحشتوني يا بنات كنتوا فيه وإيه أخباركم أنا عارف إن أنا كنت حملة عليكم طول الفترة اللي فاتت بس أنا رجعت ورجعت أول من الأول وحمسك الشركات وهبقى معاك يا مها أنا عارف إنك زمانك تعبانة جوزك قال لي إنك كنت بتعملي صفقة في الجونة ربنا يعينيك يا حبيبتي وقعدوا يتكلموا وفضلوا يتكلموا كتير وفهمت مها إن أخوها مش فاكر أي حاجة غير اللي هو قبل الحدثة يعني من ساعة ما دقت الحدثة هو مش فاكر أي حاجة لحد وقتنا ده وده طبعا اللي فرح وخليها يكون مبسوطة وقالت له أمال فين في روزها أنا المراضة ما تفكرنيش بالبيت الفلاحة إلا بوكي دباسني فيها أنا خلاص هطلقها إيه هطلقها لأ ده مستحيل يحصل تعالا ما تكلم معاك الأول وبعدين تفهم أنا بقول كده ليه هزلها قاسم راسه بمعنى حاضر طبعا كان أخواته فرحانين إنه رجع لعقله بس واحدة منهم كانت زعلانة لأنها ترجع ما هي تتحكم فيه وتأذيه من غير ما هو يحس وهنا خدت ما هي قاسم من إيه دي وراحة وقعد في قطه قطه اللي قبل الحدسة اللي كانت الخدم روقوها وحطوا فيها كل البرفانات ويدومه القديم قعدت وهنا أتكلمت وقالت قلت ما في روز دي أنت مستحيل تطلقها أنت سامع يعني إيه يا مان ترضى على أخوك يفضل متجاوز واحدة جهل مش عارفة أي حاجة لا مرضاش يا قاضي أسأل أنت ما تعرفوش أن أنا كنت أكتر واحدة معترضة على الجوازة دي وقلت لما ترجع لوعيك نبقى نجوزك بنت من مستواك وتلق بيه بس أبوك لا ودرعنا وجوزك من ورانا وبعد كده لما جيت تطردها من البيت لقيت أن أبوك كاتب لها أملاك كتير ومن ضمنهم البيت ده ليها زينا كلنا فيه علشان كده مش هنعرف نتخلص منها أو أنت تطلقها لأنها واخدة فلوس ياما آه هي مش كانت بتخدمك لله واخدة فلوس بس الأملاك دي كتير دا مش كملت هنا كمشاه وتاخد كل الأملاك دي أنت لازم ترجح واذل لها وتخلي فلوسنا ترجع لنا يعني هي تجوزتني ونصبت على بوي أنا كنت حاسس كده برضو بس والله لدفحها تمن دا كل وهرجحها هنا خدامة زي ما كانت أمها خدامة بالضبط يلا هسيبي كنا علشان ورايا كم حاجة مهمة كده في الشركة سلام ومشي قاسي وفضلت مهي قعدة مكانها وهي متغازة وبتقول رجح وأول ما رجح يرجع علشان يمسك الشركة اللي تعبت فيها بس مش مشكلة الرجوع مهم هيخليني يخليه يمضى على صفقة أنا سيلي الأموال دي وورطه فيها وكمان هيرجع في لوسنا من الجربوع بنت الخدامة وبعدين أخلص منه أنا رجوعه دا حل ليه ومش مشكلة وبالذات إنه مش فاكر إن أنا كنت في الحادثة وإن أنا كنت عاوزة قتله فيها يلا الحمد لله ما تضردش بحاجة أما أنا كنت قاعدة في الشقة اللي جابهاني اللي أستاذ أنا وهو إيجا وقعد معانا وهكالي عن كل اللي حصل من قاسم لما إيجا وكمان هو كان واقف وسمع كلام قاسم مع ماهي وإنه هو عرف إن أنا اتجوزته علشان الفلوس ماهي فاهميته كده وساعتها هو قال فيروس قاسم هيحاول يرجعك علشان لي فلوس أو علشان أي هدف ارجعه خليكي جنبه هو محتاجي ماهي رجع تلعب عليه زي زمان وهتضمره هو جوزي ومحتاجي هو في محن ولازم توقف جنبه صدقني نفسه سعده وافضل جنبه بس مش هتحمل فاهم يعني إيه اللي بتحبه يشوفك أقل أقل بكتير من إنه هو إنك تكون حبيبه فاهم يعني إيه لما تده عمرك لحد وهو يستخسر فيك الكلمة الحلوة مش هقدر وبإزاي بعد ما هو مفكر إن أنا جوزته علشان لي فلوس أكيد المعاملة هتكون وحشة أنا عارف إنه هو صعب بس أصعب إني تشوفي كل حاجة بتتضمه قاسم إنت عملت علشانه هاجات كتير هو مش فاكرها دلوقتي بس إنت لو قربت منه وافتكرها هيفتكر كل حاجة وعمره ما يفرط فيك أنا راجل وعارف أنا بقولك إيه صدقين مفيش أطيب من قلب قاسم بس هو غروره اللي حطته فيه ماهي هو اللي يخليه يعمل كده صدقيني لما يكتشف حقيقتها هتكوني إنت الملجأ الوحيد ليه وهيروح لك إنتي سمعي مني وارجعي بلاش عناه معاك حقي يا أناس معاك حقي في كل اللي قلته فيروس قاسم دلوقتي جوزي مش بعد كل الخطط وإن إحنا عملنا ده كله علشان نقف في وشي مهي تسبيلها جوزي تسبيلها حبيبك وإنت عارفة إن هي عايزة تتخلص منه لا إنت كده بتقدمه له على طبق من دهب هو مش عارف حقيقة أخته فانت السبيل الوقتي فدام هو لو يرجعك إرجعي حتى لو هو اللي مش رجعك إرجعي وعودي وأنا هقعد معاك في القصر ونقول ده حقي واتعامل معاهم ببرود من نفس الوقت تكوني بتحمي جوزي بلاش تبقي ضعيفة كده ما تفضليش طل عمرك ضعيفة وبعدين يا فاروس عم أحمد معاك ومروته وكمان أنس وأنا معاك لازم نوقف ماهي طب تقدر تقوليلي هتعملي إيه لو ماهي قتلت جوزيك ها؟ تقدر تقوليلي هتعملي إيه؟ ولا حاجة غير أنك هتتواجه قتل كسر لأنه حبيبي أنا عارفة أن كلامي صعب بس لازم تقف على رجلي وتحاولي تعرفي كل حاجة عنه تمام ماشي أنا موافع على كل اللي قلتوه بس أنا عايزة منك خدمة يا أستاذ أنس أنك ما تعرفوش عنواني خليه هو اللي يدوره يتحب لأنه هو ببساطة لو عاوز يعرف مكاني حيعرف هو وقت ما يجي ويقولي رجعي حتى لو راجع علشان ينتقم مني وياخدوا الفلوس أنا حرجع قد طلب ورجاء ياريت حافظه علي تمام ماشي يا فلوس مادام هي دي رغبتك أما عن دفاظة كان خرى علشان يروح الشركة علشان يفاهم كل الموجودين أنه رجع بس مسك تليفونه اللي جابه من قطه تليفونه بتاعه ورنه على واحد صاحبه وأول ما شاف الرقم صاحبه قال بسهول قاله معايا قازم أحمد أيوة ياوة أنا قازم إزاي أخبارك إيه؟ عاش من سمع صوتك يا راجل أنت أخبارك إيه؟ أنا تمام عملت عملية ورجعت قازم بتاع زمان أنا عارف أن الفضول حياتك وهتقابل وهنحكي في كل حاجة بس أنا طالب منك خدمتين قاملهم لي قبل ما نتقابل اتدخل ونفسك حامى علي قوي بس قول عناية ليه؟ لو فقدي سعدك مش هتأخر عنك فقديك بص يا قاسر أنا عايز منك خدمتين الخدمة الأولى أنك تدور لي ورا الحدثة وتعرفني مين اللي خبط وتحقق معي لأن بصراحة أنا حاسس أن الحادثة اللي اتعملت لي كانت مدبرة ومش أي حد وحاسس أنه حد من أعدائي لأن الحادثة دي أنا فاكر يوميها أنه كنت ماشي ولقيتها فجأة العربية بتطريدني بس بعد كده مش فاكر أي حاجة فعايز أعرف مين صاحب العربية دي ومين اللي وز ودي مهمتك انت زابة أما بقى الحاجة التانية فأنا عاوز أعرف مكان ميراتي فيروز أنت أكيد عارف أن أنا تجوزت أكيد أنس ما شألك أيها طبعا أنس قالي ويوميها ما صدقتش نفسي وقلت أنا لازم أجي أشوف الموضوع ده بصراحة كان منظرك حلو يوميها كنت عمال تلعب وتلعبها معاك ولما جيت أكلمها أنت يبيها زعقتلي وكأني راجع غيرت عليها وما بالك وعقلك لسه طفل ما بالك دلوقتي غيران عليها هو إيه اللي حصل علشان تعرف مكانها هي فيه مفيش بس أنا وهي شدين قبل بعض شوي أسابة البيت ومعرفش هي فيه وأنا عايزها أنت عارف دي مراتي واسمها على اسمي تمام حشوف لك الموضوع ده بس نصيحة مني حافظ على مراتك مراتك شخص نادر تلاقيه موجود الأيام ده حبتك بجد حبتك بصدق يعني لا عايزة مصالح ولا حاجة طبعا أنت مش فاكر هي عملتي علشانة ولا أي حاجة بس أنا شفت هي تعاملت معاك إزاي وأنا موجود كأنك ابنها صعب جدا تلاقي الزوجة زيها حافظ عليها صرح قاضي في كلام صاحبه وهو بقول بينه وبين نفسه ليه لكل حبك ليه حتى أبويا كتب لك أملاك أكيد فيك حاجة مميزة أكيد يا فيروس وبعد كده اتكلم وتناهي وقال إن شاء الله بسي أعرف لي أي أخبار عنها وبعدين هحل كل المشاكل معاك سلام وأفر مع صاحب وهو لسه صرحان في الكلام وبيدعي إن ابوه فعلا يكون اختار له حاجة صح ولحد هنا يا أحلم تبعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقات تفتكروا معاك كازم فعلا هيقدر يحافظ على فيروس ويعرف فيها حلوة ولا لا طب تفتكروا هيعرف مين اللي وراء الحادثة وليه بتدور وفعلا هيكتشف طب يا ترى هيعرف مخططات أخته ولا لا وما هي هتقدر على ده كله وتنهي قبل ما يبتدي نستنى رأيكم في التعليقات بتمنى إن الحلقة يكون عجباتكم وإذا عجباتكم لا تنسوني باللايك وليشراك في القناة بتفعيل زر الزر ترجمة نانسي قنقر